النهاردة التجربة التانية لمنتخبنا الأوليمبي إن شاء الله في فرنسا التجربة الأولى كانت قدامة أوكرانيا من ثلاثة يام تقريبا انتهت المباراة بالتعادل واحد واحد والنهاردة في تجربة تانية وأخيرة أمام العراء إن شاء الله قبل بداية المشوار الرسمي الحقيقة وأنا عندي كلام كتير على المنتخب الأوليمبي النهاردة نحن نتكلم إيه أسبوع بالتحديد زي النهاردة وزي النهاردة 24 سبعة بداية مشوار منتخبنا الأوليمبي في الأوليمبياد ورهننا على الجيل ده تحديدا من اللاعبين سواء إن شاء الله ربنا يكرمهم يعني أنا شايف إنه ودي حصلت قبل كده في أكتر من جيل الفرصة كبيرة جدا قدام اللعيبة دي إنها إن شاء الله لقدمت عروض كويسة في الأوليمبياد وده واحد لازم من الدوافع للشغل عليه جهاز الفني المنتخب مصر إنه يجي لهم فرص للاحتراف الخارجي وحصل قبل كده كتير ياما منتخباتنا الأوليمبياد صدرت نجوم منهم اللي نجح ومنهم اللي كمل ومنهم اللي مقدرش ورجع بدري بدري لكن في النهاية ممكن جدا تكون فرصة كبيرة خلينا أقول لحضرتكم تشكيل المتوقع لمنتخبنا الأوليمبياد النهاردة في حرص المرمة حمزة علاء في خط الدفاع عمر فايد وحسام عبد المجيد معهم أحمد عيد باك يمين كريمي دي بيس باك شمال في خط النص عندنا محمد النني ومحمد شحاتة وأحمد قطة وخط الهجوم هيكون إبراهيم عادل أحمد سيد زيزو وأسامة فيصل كل التوفيق لنجومنا النهاردة في المباراة تجربة أخيرة نتمنىها تكون مفيدة وقوية إن شاء الله